حساسية المسلسلات من جديد في حساسية كده باتجاه كل ما يمكن انه يثار في المسلسلات قبل كده قلنا لكم حساسية مهن حساسية مناطق في ايضا حساسيات دينية يعني هل هو فاهم صحيح ولا فاهم خاطئ ده اللي احنا هنحاول نفهمه في مشهد في مسلسل ارض جو للفنانة غادة عبدالرازق بعض الاقباط قالوا ان المشهد فيه اهانة للانجيل لانها مسكة كتاب انجيل باللغة الانجليزية بتضع فيه اموالا وبعد كده بتضع قدمها عليه هل ده صحيح ولا لا معايا الاستاذ محمد جمعة مخرج مسلسل ارض جو استاذ محمد اهلا بيك كليستان هونطايب استاذ محمد خلينا اسمع الاستاذ كرم غبريال المحامي استاذ كرم اهلا بيك اهلا بك انا استاذ بايد الحقيقة قبل نتكلم عن الموضوع ده والاستاذ ايمان عاطية المحامي معايا ايضا خلينا نشوف المشهد استاذ كرم وبعد كده اه اه اسمعك يعني اشتركوا في القناة 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 اه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي يطلق عليها ملكة الاغراء في مصر فلابد ان تعامل معاملة المتهم الشيخ ابو اسلام في جريمة الزراع دين لان الجريمة واضحة ومكتملة الاركاق إذا أنت عايز تعمل غدا عبدالرازي معاملة الشيخ أبو إسلام اللي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة حرق الإنسان إنه نفس الفعل يا أستاذ وائل نفس الفعل ونفس الجريمة هي بقى أصدى هي مش أصدى الركن الجناية القانوني يا أستاذ وائل كما تعلمنا في الجامعات المصرية القانون المصري لا يعاقب على النية هي تعلم أتعلم في نيتها الإضرار بالمسيحيين أو الإهانة بالمسيحيين أو ليس في نيتها في النهاية المشاهد للمنتج النهائي وأركان الجريمة تحققت وبعدين المسيحيين المصريين يا أستاذ وائل ده قد طفح الكيلو يعني إحنا بتتفجر كناية وشيوخ فتنة تطلع تقول ديانة فزدة وبنبلغ النائب العام وبنقيم دعاوي ولا حياتها لمن تنائز مش نقصة كمان واحدة زي دي ملقبة ومعروفة ومشهورة عنها أنها ملكة الإغراء في مصر يعني خلينا في الفعل بقى سواء من قام به يعني أي شخصية أو فنان أو وزير أو مسؤول يعني هنا أنت بتقول الفعل في حد ذاتها طب هل تأكدت إلى الإنجيل هل تأكدت؟ ما هو مكتوب يا سيد الفاضل ما هو مكتوب بايبل ومش اللي يتحكم غدا بس كل فريق العمل طيب أنا أنا أسأل الأستاذ محمد جمعة المخج أستاذ محمد لأنه المخج في النهاية هو المسؤول عن صناعة العمل الفني كمنتج نهائي يعني أستاذ محمد هل اللي قاله الأستاذ كرم ده صحيح؟ هل في إساءة للإنجيل هنا زي ما قال؟ أيو أنا سمعت كل حدارة قلتوه كله بس حدارة كل سنوة طيبة أو نقصص كرم ده كل سنوة طيبين معوني بس دقيقة عشان الموضوع ده كوميدي ليه بقى؟ الكتاب مكتوب عليه هارد وير بايبل هارد وير بايبل ده كتاب برمجة كمبيوتر كلمة بايبل تستخدم ككلمة مرجع يعني في حاجة اسمها ايه؟ ميديكال بايبل في حاجة اسمها تي في بي برو جران بايبل كلمة دي هنا مقصود بيها كلمة مرجع الكتاب ده كتاب هارد وير بسع كمبيوتر اضلقت عندك ورجع لها هارد وير بايبل فانت لو عايز ترجع على دعوة ارجع على الثقافة اللي بتسمي الثقافة الغربية كلها اللي بتسمي كلمة بايبل بكلمة مرجع فالكتاب مفيش لايه علاقة بالإنجيل ولايه علاقة بالبيبل بتاع الشيخ اللي رجل تكلم عنه ده اللي يتحكم ولايه علاقة بايه الكلام ده طبعا موضوع غدا ونجمة لغاة وكام ده مش هقض عليه انا الاستاذ بس اللي بيقول بنسيه وبتاع انا عايز اقول بس الحاجة يا جماعة التعليم في مصر هو المشكلة التعليم والله العظيم كل الليلة دي مشكلة التعليم وإحنا بنضع وقتنا وبنضع وقت الناس وبنتكلم عادي بقول الكتاب اسمه هارد وير بايبل الكتاب كمبيوتر بيه في كلية الهندسة بالدرس وفي كلية التانية بالدرس واي ديبيدوس كمبيوتر دي هل معنى كده بسلا لو واحد بالناس دي قطوا على وقاوا على الارض ولا حاجة نحارب الراجل ده ونحاسبه على ثوم التعليم لا هو كده مش كده يعني كده مش كتاب انجيل يعني هنا يا استاذ كرم يعني هنا زي ما قولك استاذ محمد او مش مش تتأكد الكتاب ايه اه اه يعني هارد وير بايبل ده متعلق بالبرمجة والكمبيوتر يعني مالوش علاقة مش انجيل يا استاذ كرم ايه يا فاندي مسامح حضرتك يا استاذ ده ده تفسير الاستاذ محمد ده كلام الاستاذ محمد جمع رأس عشان الراجل بيقول المشكلة في التعليم ان الناس مش متعلمة كويس فبتخبط يعني والله مش المشكلة في التعليم انا شايف ان المشكلة في الخلق يعني كل يعني انا مش فاهم ايه مشكلة لقطة اه واحدة بتمثل او الفنان اللي معها داخل ماسل كاس وبتطوع ايه يعني يعني ازا كان حتى فاردا جدلت مع احترام العظيم الاخ اللي بتكلم وبتكلم عن التعليم انا هنزل الى هزا المستوى الفكري ولي هزا المستوى اللغوي فاردا انه هو كتاب كمبيوتر ليه يعني يظهر اوي اوي كلمة بايبل ويعمل بلبلة عند الناس ما هو برضو اللي عمل خلق ما هو الكتاب كله ظاهرت لنا المشهد في ايديها ما الكتاب في ايديها مش ده الكتاب في ايديها ليه مركز على كلمة بايبل ما هو الكتاب كله طالع يا استوى كرم اقول كله اللي هيبص عالكتاب كده ده كتاب برمجة كمبيوتر اه الراجل بقولك بقى حسبه بقى على استخدام بايبل كمرجع في اللغة الانجليزية يعني اروح بقى يعني انا مش عايز بس بقى عندنا هزيه الحساسية المفتعلة يا استوى كرم يعني لو في مشكلة نعم مفيش حد حيبقى اه حيقبل ابدا الاساءة للاديان يعني. يا زوائل اصباح لرد احنا ما عندناش حساسية ولكن حتى لو عندنا حساسية من حقنا يبقى عندنا حساسية عشان الشيوخ بتقول ديانة فاسدة والشيوخ بتقول اقتلوهم والشيوخ بتقول ما تعيدوش عليهم. ما احنا دخلنا بقى شوفت انت بقى بتستخدم قضية واهمية يا استوى كرم خلينا نستخدم قضية حقيقية يعني يعني حينما قال الشيخ سالم عبدالجيل هذا الكلام كنا امام قضية حقيقية. انما يعني مشهد المخرج قال لك يا جماعة ده كتاب ترجمته كزا كزا بمساطة شديدة نقول خلاص يا جماعة اخطأنا اه اه بنعتزر حتى شجاعة اعتزار يعني لانه انتو اتهمتوا الناس بانها لازم تدخل السجن خلاص المسألة محسومة يعني. يعني لازم كلمة يعني لو الكتاب ده مكتوب فيه بدل كلمة بايبل دي كلمة القرآن مترجمة الى لغة انجليزية او لغة يونانية كان الوضوع يمر ومرور الكرام. ولا هي علشان جات عندي الانجيل بقى خلاص بقى نتكلم في التقافة. يا يعني يا استاذ كرم ليه حساسية المقارنة بهذا الشكل يا جماعة? واستاذ محمد يجو ما اسمع منك تعليق على كلامنا استاذ كرم. انا بس انا بس اعايز اقول حاجة كمان الاستاذ كرم ان مدينة تصوير في العمل استاذ وعي الخلاص ده ده مسيحي اخ مسيحي. يعني هو اللي حاطت عينه في الكاميرا هو بيصور مسيحي. والاربعة وثلاثة مصورين من المصورين اللي معنا مسيحيين. فيا جماعة عمر الناس دي معكين دينها. والموضوع الموضوع كله في احنا الكوميدي. يعني موضوع ويرد. ان احنا نقول على مصطلح هو اسمه المرجع مش في كتاب اسمه الجامع في اللغة. هل ده معنا انه الجامع اللي بنروح مصلي فيه? يعني هي دي مصطلحات في الجامع بقى انا عنديش يعني يعني. يعني هو مش متعمد يجيب بايبل كلمة كده علشان عشان هي شبيهة بالانجيل يعني يا وصوص كرم. كده. لانه كتاب كمبيوتر يعني. برمجة واضحة هو. يا استاذ واحد الكتب مالية الدنيا. لماذا الكلمة اللي فيها بايبل يركز عليها? ولا يقول المصور. بقى هو مش معناها هنا مش معناها هنا انجيل يا يا. يعني نحاسب اللغة الانجلزية ولا نحاسب مين يا وصوص كرم. ما يعزيش شهر رمضان ابدا غير ما يبقى فيه ساعة وجرح للقباط في كل رمضان. تاني بقى بقى خلينا ننطلق من قضية حقيقية. القضايا الحقيقية ما احنا معاك فيها. هو حد قالك انه انما مش عايز بقى فيه قضية واهمية مختلقة. بقى عاية فيها. احنا ما قديميه بلغدد بالشيخ لانه حرد على جريبة المدية. ايه اللي تم فيها? كل ما روح. شوف بقى اه الناس كده مش هتقتنع هنا انت انت بتنطلق من قضية واهمية للحديث عن قضية حقيقية. ما تخلينا الاول نفصل للقضية الوهمية دي? لانك انت كده يعني عايز تقول ان دي كمان بجملة. بجملة ما يتعرض له الاقباط في في مصر. والقضية مش كده. خلينا نتكلم عن القضية الوهمية. لانه كمان انا مش عاوز افتعى القضايا. ما هو هنا نبقى بنفتعى القضايا يعني. استاذ محمد لو عندك تعليق اخير تفضل. انا بتشكليك والله وانا بتقول للاستاذ والله ان احنا الاخباط بنحترمهم وبقول لك انا نص ستيم العمل في ارض جاو كل يوم اخوة بتحيين. وبيبقوا معنا واحنا بنصور الام دي من الحلقات الحلقة الاخيرة في رمضانة او معنا ونستردنا اوه. ويعني مفيش اي دوع من انواع الحاجات دي. انا هتمنى بس الناس دي تضع وقتها بحاجة مفيدة. لانه والله عندنا حاجات كثيرة جدا نكتلم فيه. مشكورك سوز محمد. قبل ما شكورك سوز كرام فيه للاستاذ ايمن عطية المحامي سوز ايمن اهلا بيك. اهلا صغير. سوز ايمن اهما اهما. هل انت موافق على اصارة القضايا بهذا الشكل ولا اه احنا امام افتعال قضايا. والله الواحد حزين ان المنكر تحول اه في معظمه الى شوية الى محتسبين وهي اتامر بالمعروف ونهي عن المنكر. والناس بايت قاعدة اه او شابه او حادث. امشي امشي بالتليفون شوية او سوز ايمن امشي بالتليفون. بقول بقول لحضرتك. اول لمجموعة من المحتسب. اه طب نكلمك تاني نكلمك تاني. اه طيب سوز كرامل او سوز ايمن شايف انو ده نوع من قضايا الحسبة اللي هي البعض بيعتقد نفسه او ينصب نفسه مدافعا عن المسيحية اه نيابة عن المسيحيين يا. والله يا سيد زواجل حضرتك سألتجي السؤال انا جاوبته وجاوبته بمنتقى الامانة وبمنتقى المهنية. انا شايف ان دي جريمة مكتمل في الاركات. بقى يعني. وفي نفس الوقت. وفي نفس الوقت انا بقى لحضرتك. انا بقى لحضرتك. لو هذا الكتاب. لو هذا الكتاب. اللي الفنانة وضعت رجلها قدمها عليه. لو هذا الكتاب. حديث شريف. او او مصحف كريم مترجم. لا حدش هيقبل. اه. وما نسمعنا لما احنا ما نقبلش بقينا. ما هو مش انجيل يا استاذ زكارم ما هو مش انجيل. يا سيد. ده كتاب برمجة اه الكترونية. طب ممكن اسألك فؤال بما انك اعلامي واعلامي كبير. اتفضل. لو اتحذف هذا المشهد من المسلسل. هيخلي بالمسلسل. هيخلي بالعمل الفني. طب هو يتحذف ما هو يتحذف لما يبقى فيه حاجة غلط. اه 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 اما اللي احنا اما اللي احنا بنتكلم من فران. ما هو مش انجيل يا استاذ كارم. ما هواش انجيل. يا سيدي ولو مش انجيل. فيه شبه. هو هو الوقت لما لما الشيخ ابو ابو اسلام اه على فكرة احنا انشيخ ابو اسلام كانت الحلقة عندنا هنا. وانطلق منها النقاش حوالينا هذه القضية. وكنا واجهناه بهذه القضية. لما حد بيعمل كده ما وحتلاقي المجتمع كله معاك. لا يقبل اي مساس اه بالاديان بالاسلام او المسيحية. اه فيعني ان انما انما تبقى قضية وهمية واقول امسك انجيل وهو مش انجيل. طب خلاص. لحظة واحدة بس. بعد يزدر. بعد يزدر. لو انت شايف ان دي قضية وهمية من وجهة نظر. من وجهة نظر حضرتها. المسلحة بتاعة المينيا اللي حرض عليها شيخ عبد الجليل تحريض علم. يا يا شوف بقى انت بتمزك قضية حقيقية. هو حد قال لك انها وقضية المصريين مش عضية المسيحيين على فكرة. هي عضية المصريين جميعا. استاذ ويل ارجوب ارجوب. ارجوب. لقد هارمنا شعاراتك. احنا بدل ما رئيس الجمهورية والمجلس العسكري. راح ضرب ليبيا وده شعور جميل وشعور زي الفل. وبنشكر الرئيس عليه وبنشكر القيادة التياسية عليه. بس بدل ما نروح نضرب في ليبيا لا احنا عايزين نمسك المجرم اللي عمل كده. طب انت انا عايز افهم ايه علاقة ده بقدم غدا عبدالرازي. تقدر تقول لي. ايه علاقة. ايه علاقة ده برجل غدا عبدالرازي في مسلسل. انا بقول. هتلينا يا عم الصاق يا عم. اهي. ايه علاقة انت بتكلمنا انا بكلمك الوقتي. عن الشمس. فانت بتكلمني عن النيل يعني. انا ما يعني ايه العلاقة بين القضية هنا وهنا. انا ما قلتش لحضرتك ان في علاقة. انت شايف ان ده مش انجيل. وانت شايف ان ده مش كتاب مقدس. طيب. وانت شايف ان ده مش قضية. استاذ ايمن عطي تعليقك بس اخد منك تعليق اخير صوتك كان بيقطع تفضل. لا هو هو خاطعا هو ده مش انجيل وخاطعا القضية وهمية. جدا وما يصحش ان احنا انا انا او عن انجيلنا بس ايمن اطلع. سمعني? طب بسرعة. بقول لك ان احنا ما ينفع دي. لا الصوت عندك في مشكلة بشكورك. استاذ كرام ربيغيل بشكورك يا جماعة يعني احيانا عندنا عضايا حقاقية هي عضايا كل المصريين يعني على فكرة مش قضايا المسيحيين اه ولا ما عندناش قضايا مسيحيين وقضايا مسلمين يعني الوطن كله بيدفع الثمن وبيدفع لما تكون في قضية حقاقية. انما ايه علاقة ده بساق غادة عبدالغاز مالوش علاقة. ايه علاقة ده بكتاب عن الكمبيوتر يعني. مالوش اي علاقة خالص يعني. ايه علاقة ده بمسلسل ارض جو? مفيش. لكن اه هانا بعض عاوز يعني يثير حساسيات وينطلق من ده يعني بجملة ما يتعرض له الاقوات نعم. ما احنا بنتكلم عن ثقافة شعبية. بنتكلم عن مناهج تعليمية وبنتكلم عن اه مشاكل بناء وترميم الكتابة. كلنا اتكلم فيه بس نتكلم فيه في صياقي الحقيقي يعني. ان تكون في قضية حقيقية. انما مااخدش مشهد في مسلسل يلحقه. ده الانجيل. طب يا عمي مش الانجيل. اه لا. اش معنى اه جاب اه تحديدا يعني. يا سيدي المصطلح في عمومه اه يعني ببرمجة اه كمبيوتر يعني. مالوش علاقة خالص بالانجيل. لكن مفيش فاي. اه.